واشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية البناء على نتائج قمة المناخ الأخيرة التي استضافتها مصر والعمل على تعزيز دور بنوك التنمية والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخية كما أكد مدبولي أهمية تنفيذ مخرجات قمة كوب 27 بتتشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار أهمية البناء على نتائج مؤتمر كوب 27 الذي استضافته مصر في عام 2022 وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخي والعمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ وتتشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار ودعم جهود التحول العادل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وفي هذا السياق نقدر أهمية تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات دولنا من الطاقة وواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية